أن أهاتف زميلي في المعرق ناصر بوريتا ناصر بوريتا فإلى يومنا هذا لم يتم الرد على مكالماتي يا رب يرد علي بقى كل يوم أحاول أتصل بمعالي الوزير لناصر بوريتا ما يردش علي ده صديقي جدا صديقي جدا هيرد علي حالا يا رب يرد المراتي لا هيرد هيرد دلوقتي هيرد مش لا بالساعة ده صديقي صديقي جدا ده أنا عارفه من زمان هيرد علي حالا هيرد حالا طب هو لا ما هو ناصر بوريتا ما بيردش على أي حد معلش يعني وخاصة بقى لما يكون واحد من كوكب لالا النصر مريضة ما بيردش عليه لا حاول ولا قوة إلا بالله ده وصلوا لمرحلة وحشة قوي المعلومات تقول بأن المغرب قبضى عشرات الملايير من اليوروهات من دولة البترو دولار الإمارات الصهيو عربية لشني حملاتي تشويه مسعورة ومسمومة من دول منطقة الساحرة رد الجزائر أنا مفيش غير الكلمتين دول بنسمعهم كل يوم كل الناس متأمر عليكم ولا حاول ولا قوة إلا بالله وبعد دن بعيد ع Fern Ram عليه أت Charl ter High School عشرات المليارات من الفلوس عشان يتكلم عالجزائر باشا الإعلام الجزائري هو اللي يتكلم عالمグرب كل يوم كل يوم آهو ما إنت تتكلم عالمغرب أهو إنما الإعلام المغربي مي بيتكلمش عالجزائر خالص اللي بيتكلمه عالجزائر هم اليوتيوبرز الفنانين اللي زي كده اللي هم عندهم جرقة معلش أنا أسف يعني لأنه فيه فنانين في العلام كله عاملين ومش واخدين بالهم عاملين مش واخدين بالهم من اللي بيحصل تجاه أشقاءنا المغربة من الجزائر ما علينا يعني أنا مليش دعوة بيهم المهم أنه الإعلام الجزائري يومياً بيتكلم على المغرب ده المغرب مادة بيتكلم عليها الإعلام الجزائري يومياً وصحفة جزائرية وكل حاجة في الجزائر إنما لا المغرب واخذ فلوس من الإمارات عشان يتكلم على الجزائر عقلية كوكب لالا لن تتغير أنا صدعتوكوا أكيب باللبس اللي أنا لبسه ده يصدع ده أنا صدعت لأنا الله في كوكب لأهم اللي خلوني يلبست كده أنا أنا كنت في الأول عائل الجننت بقى وحنا هندخلوا البريكس وحنا هالفوا للحباسة عمال عندناش خالص ما عندكوش خالص الله طب قولي نفسك بقى طب قولي الناس اللي عندك بس عشان هم بيقولوا انه كل العالم متأمر عليهم وكده فقول لهم يعني بعد ازنك حج قولوهم معناش العدس الله ولا العدس كمان طب ومال القوة الضربة ازاي طب يا رد تقولي الناس اللي عندك اللي بيقولوا لي يا مصر يا بتاع الطعمية اتمنى يعني اتمنى انك تقول لهم برضو انه مفيش عدسة ها قولوهم حج معناش اللوبيا لا حول ولا قوة إلا بالله حتى اللوبيا طب ماشي قولوهم برضو حج عشان انت الراجل ده جماعة جاي عليك ولا ايه والواد ده الراجل ده واخد فلوس من المغزن ولا ايه ولا فوز لقجع متلاعب اصلا ده احتمال وارد يعني بعقلة كوكب لالا ده احتمال وارد معناش اللوبيا برضو معندكوش اللوبيا خلاص حج عرفنا ماشي معندكوش اللوبيا نجيبلك من عندنا طيب نجيبلك من المغرب طيب مين نوصلوه نقولو احنا الدولة الاولى اولى في تصدير الفوسفات طب انا سيب المغربة يردوا على دي دي بالذات بقى ها الدولة الاولى في تصدير الفوسفات دي انا مش هرد عليها انا سيب المغربة حبيبي اللي يردوا عليها ها معلش بعيدا عن اي سراع جزائري مغرب وهذا الكلام قلناها لهم ألف مرة من 1974 إلى غاية اليوم نحن نقول لهم يودي قضية السحراء راية الأمم المتحدة خاطئة نعم نحن مع الشعوب المضطهدة بما فيها السحراء الغربية يا أنا زيقتي منك وزيقتي من نوكو زيقتي من نوكو يا كوكب لا الله تعبتوني نفسيا ما فيش كلام غير على السحراء 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 يا عم يخليك مع الشعوب المضطهدة اللي في بلدك الأول يا عم شوف الشعب الجزائري الأول اللي مضطهد وبيعاني ما عندوش فاصوليا ولوبيا ما لسه الراجل قايل شوف دولة حبيبي ما لكش ضعب السحراء قضية السحراء ما فيش قضية السحراء أصلا ما فيش حاجة عند الأمم المتحدة اللي عالم كله عطرف في السحراء المغربية إلا أنتو شيف لكم الله هضراء إن شاء الله فاضل أخي في إسبانيا والله ما عدم الجاز صح صح عدم القرع كما كنا إحنا سوفرنا أنا خير منهم أنا الموهب إن شاء الله مكروح الحمد لله القرعه إحنا القرعه رائفة إحنا عدنا الجاز في البادية الحجة إيه قصة القرعه حضرك أنا مش قادرة أفهم حضرتك يعني عندوك واحدة من غير شاعر ولا أنت قصلك إزازة زجاجة قرعه يعني ما أنا عايز أعرف عشان ما عدش بيفتخر إنه عنده قرعه يعني أنا ما فيش حدي بيفتخر إنه عنده إزازة إيه اللي افتخر في كده ممكن أنزل أجيب إزازة بثلاتة جنيه وأحطها أقول لك أنا عندي قرعه وحدة شور عليها بقى أنا عندي قرعه إيه يا بقى فيه إيه وبعدين إيه هو أي بلد يبقى علاقته كويسة بالمغرب يبقى عديو ليكو يعني خلاص أسبانيا دلوقتي حطناها في الدماغ وبيقولوا إن الجزائر أحسن من أسبانيا أنا يعني أنا 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 مش عارف أقول إيه صراحة الأسبانيا هيجي لهم نقطة هيجي لهم شلل لان الله في كوكب لا الله تدخلكم في كل ما هو مغربي كلامكو اليومي في الإعلام على المغرب وتطلعوا تقولوا إن المغرب هو لواخد فلوس عشان يتكلم على الجزائر قمة العبث يعني قمة العبث اللي ممكن تشوفه في حياتك إنك تلاقي واحد طالع في التلفزيون الجزائري بيقول إن المغرب بياخد فلوس عشان يتكلم على الجزائر إذا كان أنا ما شفتش في الإعلام المغربي كلمة الجزائر بتتقال ما شفتهاش ورغم كده بشوف في كل التلفزيون الرسمية والصحف الرسمية الجزائرية كلمة المغرب بتتقل بس طبعا بتتقل المردوك أو يعني تيت كأن يعني كلمة المغرب دي هتجيب لهم شلل أطفال في الجزائر ولكن دي قصة إنما أنت هتحاول تغير الحقيق بالشكل الواضح ده ده بالنسبة لي بجاحة لحاجة تانية إنك النهاردة كل ما هو مغربي وكل حاجة بتفوق فيها المغرب لازم تطلع تنتقدها وتقول أنا اللي هعمل كده أنا اللي هعمل كده تالت حاجة إنك بتطلع النهاردة بكل يعني واحد ما عندوش واحد في المية ثقافة يطلع يقول إحنا مع الشعوب المتهدة طب معه مع الشعوب المتهدة حضرتك شعبك متهد خليك معاه أحسن وإذا كنت مع الشعوب المتهدة إذن إنت النهاردة بتتكلم في حاجة مش موجودة في المغرب إنت عايز تصدر للعالم اللي مش عارفك قصة كويس خلوا بالكو في ناس مش عارفك قصة كويس ففي ناس بتفهم إنه إيه ده هو المغرب فعلا واخد أرض ومتهد شعبها واصلهم ده من الناس دي فعشان كده أنا دوري ودور ناس غيري اللي عندها تفاعل أكتر وعندها ناس أكتر مني إنه يوصلوا النقطة دي لازم النقطة دي تبقى واضحة للعالم كله إنه ما فيش حاجة اسمها المغرب المحتل والكلام ده مش موجود يا جماع الناس اللي عايشة في الصحراء المغربية الناس مغربة 100% بينتخبوا في الانتخابات المغربية بيشاركوا في كل حاجة ليه علاقة بالمغرب الناس مغربة 100% امشي واسأل الناس دي واعرف قد إيه علاقتهم بالمغرب دول مغربة مغربة فمحاولة تزييف الحقائق اللي بيعملها بنصديرة ده وأمثاله هي محاولة فاشلة للعبث وليس إلا ولكن إحنا له بالمرصد وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله دايما المغرب منتصر والناس الطيبين اللي ما عندهمش شرر الحد وما بيحاولوش إنهم ما ياخدوا حاجة مش بتاعتهم ولا يدخلوا بتقسيم أراضي غيرهم الناس الطيبين المغربة اللي أنا شفتهم وعشت معهم وعشرتهم دول الناس دي دايما بإذن الله في أمان ووحدة إن شاء الله وآخر حاجة لنا الله في كوكب لالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر